السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبيبي عاملين ايه معاكم فاطمة بحاتي وفيديو جديد والنهاردة هنعمل كروسان بطريقة مختلفة هنعمل كده حاجة شبه الملتو مقرمش من برة طاري من جوة مليان شوكولاتة طحفة انا قدمت بطريقتين شوية حشتهم وشوية تانيين سبتهم سادة قلت احط عليهم عسل حط عليهم سوس كرامل اغمسهم كده في سوس الشوكولاتة زي ما هتشوفوا دلوقتي شايفين الجمال طحفة عايز اقول لكم بقى ان هو مقرمش من برة طاري وهشي جدا جدا من جوة بصوا معايا طحفة ما شاء الله يلا بينا بقى هنعمل لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب وبينا نشوف المقادير ونعرف مع بعض طريقة التحذير بداية كده انا عملت كبايتين من الدقيقة نخلتهم كويس حطت لهم بقى معلقة صغيرة خميرة معلقة صغيرة سكر معلقة صغيرة بيكنج بودر وربع معلقة صغيرة من الملح اللي بتهم كويس ضفت لهم بيضة معلقة كبيرة خل كمان مية دافية للعجن حوالي نص كباية حبة بحبة لغاية ما العجنة جمعت معايا بالشكل ده عجنة سهلة ومكوناتها بسيطة جدا عجنتها حوالي خمس ست دقيق وبعد كده هبتدي اضف لها معلقة من الزبدة السيحة وكم العجنة كمان خمس دقائق العجنة بقت وهمية خلاص خلصنا عجن العجنة طحفة جدا جدا بولة كده فيها معلقة زيت صغيرة هوزعها وابتدي احط كورة العجنة بتاعتي في البولة هنا عايز اوريكي قد ايه العجنة اتعجنت كويس اتخدمت كويس بصي بقت مططية بالشكل ده ما شاء الله طحفة يلا بينا بقى نغطيها ونسيبها تخمر بس ندهن وشها دهنة خفيفة خالص من الزيت ونسيبها بقى في مكان دافي علشان يتضاعف حجمها انتوا هتلاحظوا ان هي مش واخدة البولة كلها لما هنسيبها تخمر هتتضاعف وتملى البولة خالص وبعد ما خمرت اهي ملت البولة خالص على الاخر تعالوا بينا بقى نشوف هنعمل فيها ايه بالان شاء اوع الرخامة وهبتدي اخد العجينة بتاعتي هقسمها نصين هاخد اول القطعة او النص الاولاني وابتدي افرده بشكل دائري وبسمك الى حد ما مش رؤية قوي ومش تخين بالشكل ده هايل قطعت البيتزا هقطعهم اربعة اربع كل ربع هقطعه نصين وكل نص هقطعه اتنين شايفين بالشكل ده حلو قوي بينا بقى نشكل كروسون عادي جدا هنبتدي من عند القعدة ونلفل غاية ما نوصل لرأس المسلس اهو بالشكل ده نكمل يبقى من القعدة لغاية الراس لغاية ما نخلص كل الكمية تشكيل سهل وبسيط طيب حد هيقول لي ينفع بقى ان انا اسوي في الفرن او طبعا هندهن صاق بالزيت ونرص عليه كروسون ونسيبه يخمره بعد كده ندهنه دهنة خفيفة من بيضة مع معلقتين حليب وندخل فرن سخن جدا على درجة حرارة 220 انا هسيب الكروسون يخمر وفي التوقيت ده هعمل صوص الشوكولاتة ده كباية لبن معلقة كبيرة سكر معلقة كبيرة نشا هقلبهم على النار لغاية ما يتمسكوا وكون مجهزة حوالي نص كباية من الشوكولاتة المجروشة او مبشورة وهضفها وقلب لغاية ما الخلاص الشوكولاتة كلها تسيح وبقت بالشكل ده هضف لها معلقة زبدة وارفعها بقى من عنار علشان اسيبها تبرد وكمان يفضل انها يتحط في التلج بعد ما تبرد طبعا الكروسون خمر خلاص انا هسوي النهارده في التاصة او في الزيت لا بيمتاص زيت ولا بيوسخ الزيت طحفة الزيت سخن مش مقدوح قوي هيبدأ ينفش معانا الكروسون اهو ويبتدي يلون نقلبي بقى من وقت للتاني علشان كله يبقى نفس اللون مفيش اسهل من كده بالجد طحفة عايز اقول لكم الولاد اكلوه من غير اي حاجة خالص العجينة نفسها حكاية هطلع من الزيت في مصفة وحمر بقى الكمية يبقى الزيت سخن والنار متوسطة هتحمر معاكي العجينة وهتطلع معاكي طحفة جدا جدا ومستوية من جوه ولذيذة خالص احنا عملنا صوص الشوكولاتة وسبناه يبرد ولما يبرد حطيه في التلاجة شوية يشد والكروسون بقى جاهز معانا الله شكله حلو قوي يلا بينا بقى صوص الشوكولاتة مسك اهو بقى تمام التمام طعم حلو لذيذ جدا هنا زي ما قلتلك بقى في حلين ان احنا نفتح فتحة في الكروسون وهنشوفها دلوقتي تعالوا بس نعبي الاول الشوكولاتة في كيس حلواني كده افضل كتير ما نحمره احنا حشينه بالشوكولاتة لان الشوكولاتة لما تعرض لنار عالية قوي بتبتدي تقطع وتفتفت معانا هجيب الكروسون افتحه بسكينة كده بسيط وهنفتح فتحة في الكيس وبتدي احشي بالشكل ده حلو قوي يدوبك هي حتة كده صغيرة تملى قلب الكروسون وهيبقى معاكي ملتو طحفة جدا جدا ولادها يفرحوا منه قوي الشوكولاتة صايحة ما شاء الله وطعمها لذيذ جدا جدا وزي ما قلتلك مش عايزة تغلبي نفسك وتحشي قدميه وقدمي جنبه صوسيارة فيها الشوكولاتة ويبقى تغميسة حلوة قوي بالشوكولاتة طعمه رهيب بجد لازم تجربوه زي ما هتشوفوا دلوقتي بصوا دي سادة اهي هبتدي انا ازلها كده في صوس الشوكولاتة الصوس وهمي بجد طحفة يلا جربوا بقى وقلوا لي رأيكم ايه هستنى تعليقاتكم عجبتكم الوصفة ولا لا وهستنى كمان لما تطبقوها وتبعتوها لي اشوفكم على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب اللقاء